هنبتدي من روح في جينريت ميديا على جيميناي سبيتش جينريشن أكتر حاجة يعني بحبها جدا في جوجل آي ستوديو وإنتاج الصوت وهنا انت عندك أدامة جانية تقدر أن انت تولد بيها صوت وبيدعم العربية سواء كان لسينجل سبيكر شخص واحد أو مالتي سبيكر موجود هنا بالنسبة لي المالتي سبيكر انت عندك حتى الآن سبيكر 1 و سبيكر 2 حتى الآن داخل جوجل آي ستوديو وهنا لو أنا رحت للسينجل سبيكر ودي حاجة أجربها عشان أجربها احنا تكلمنا عن الكلام ده كله في فيديوهات منفصلة ولكن أنا بجمع لك كل حاجة عن جوجل آي ستوديو الجديد فيه كمان لو قابلني من خلال هذا الفيديو عشان يكون لك ريفرانس فهنا أنا حبتدي أن أختار الستايل إنستراكشنز الشخص التون بتاعي يكون عامل إزاي الأول بس أحط التكست بتاعي اللي باللغة العربية وهنا حبتدي أشيل الستايل إنستراكشنز دول وحط تعليمات خاصة بيه الصوت اللي حيتكلم وهنا حقوله إن أنا عايز النبرة إنسانية فيها دفقة وبساطة توقف في الطبيعية مشاعر مختلفة تفكير ترد وتحفيز تنوع في الطبقات الصوتية وهنا بختار الفويس في عندك بويس كتير ممكن أختار هنا كل بويس بيقولك بالضبط التون بتاعه إيه يعني ممكن أختار الصوت الأول ده وحبتدي إن أنا أدو سرن فيه طبعا في جيميناي فيه عندك نموذجين جيميناي 2.5 Pro Preview TTS وجيميناي 2.5 Flash اللي اتنين نموذجين بيستخدموا في إنتاج الصوت دي أدو سرن تم إنتاج الصوت 45 ثانية تيكست وفي الغرب هو صوت في ميل مش ميل يعني حب نبتدي مع بعض نسمع الصوت وتشوف تغيرات الصوت اللي طلبتها تنوع الطبقات الصوتية والمشاعر المختلفة يلا بينا نسمع الصوت بتاعنا مرحبا هل توقفت يوما لتفكر في كم القرارات اللي بناخدها يوميا بدون ما نحس؟ من أول ما نصحى نختار نلبس إيه؟ نفطر إيه؟ ونروح فين؟ بس في قرارات بتغير حياتنا بالكامل قرار إنك تبدأ من جديد قرار إنك تقول كفاية قرار إنك تختار نفسك لأول مرة الصوت اللي جواك بيهمس أنت تقدر قدي الأصوات بقيت طبيعية جدا زي ما احنا شايفين طبعا طلبت منه نوع من يوقفات طبيعية مقصودة لإظهار الفهم السياقي داخل الصوت نسبة لي المالتي سبيكر وهو زي ما قلت لك هو بيدعم تو سبيكرز بالمنظر ده وهنا تقدر إنك تحط أيضا الستايل إنستراكشنز وتبدي تنتج الديالوج بتاعك أو البرودكاست بتاعك شروع تكوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر